السلام عليكم تاسع اليوم مصر رح نستكمل حل تمرين ومسائل السؤال الرابع كان عم يحكي لنا جد طول لوح تزلج هذا لوح تزلج يرتفع عن بعد الأرض هاي الأرض اعتبروها الخط الأفقي 2 متر فالمسافة من هون لهون قدية 2 متر ويصنع طرفه الآخر مع الأرض هذا بيصنع زاوية قياسة 24 درجة حسب الشكل اللي معطى معاي هو بده طول لوح التزلج إذا منلاحظ طول لوح التزلج هو نفسه طول الوتر تمام ميس فمنروح إحنا منطبق جيب الزاوية المعطى الآن نفرض طول لوح التزلج شو سين موضحون هلأ جيب الـ 24 درجة شو بيساوي طول الضلع المقابل للزاوية هاي على طول الوتر تمام هاي نفرضه سين فشو بيصير معي جيب الـ 24 درجة بيساوي 2 على السين الآن نجيب الـ 24 درجة من الآلة الحاسبة منحط سايل ومندخل 24 يساوي بيطلع عندي 0.4 يعني 4 من 10 هاي 4 من 10 تساوي 2 على سين نقوم بعملية الضرب التبادلية تصبح 4 من 10 ضرب سين تساوي 2 نقسم على 4 من 10 على 4 من 10 باستخدام الآلة الحاسبة إذا أنت رحت قسامتها بتطلع عندك 5 أو فيك تشتب الفصل وترفع 0 بتصير عشرين على الأربعة بتعطيك 5 تمام؟ إذا طول لوح التزلج مس بيساوي لي شو 5 متر هذا كان بالنسبة للسؤال الأول مس سؤال الرابع سوري الآن سؤال خمسة بيحكي لك أنه في عندك مثلث ها واو زين في واو هاوي قائم الزاوية في واو كما في الشكل المبين عنا بدينا نثبت أنه جيبه 45 درجة هو واحد جدر 2 زي ما بيطلع معانا الآن منطبق مس منلاحظ هاي 45 درجة هون وهذا الضلع متساوي مع حد هو مثلات متساوي تساقين يعني هاي سين وهاي سين نفرض هون بصير عندي طول واوها يساوي طول واو زين ويساوي السين بروح بطبق إيش أنا بدي أطلع طول هاي بطبق نظرية فيتورس إنه الوتر تربيع هو ما يقابل الزاوية القائمة هاي سين تربيع يساوي واوها تربيع زائد واو زين تربيع هلا هاي سين تربيع مش معروفة لكن الضلع واوها يساوي سين واو زين يساوي سين فتصبح سين تربيع زائد سين تربيع سين تربيع زائد سين تربيع بتساوي اثنين سين تربيع بأخذ الجذر التربيعي للطرفين تصبح معاي هازين تساوي بتوزع طبعا الجدر على عملية الضرب فبتصبح معي جدر الاثنين مضروبة في جدر التربية للسين تربية بتروح التربية معي الجدر هازين شو بتساوي جدر اثنين في سين إذن هازين تساوي جدر اثنين سين تمام هلأ بعد ما طلعناها بنروح بنطبق إنه كيف بدي أوجد جيب الـ 45 درجة حسب قانون جيب الزاوية إنه بساوي طول الضلع المقابلة ع طول الوتر جيب 45 درجة شو بساوي بساوي ميس واوها ما يقابلها اللي هي السين على هازين واوها معروفة معاي هاي هازين وهازين معروفة معاي جدر اثنين سين فبتروح السين مع السين شو على جدر اثنين تصبح جيب 45 درجة شو بتساوي واحد على جدر الاثنين تمام الآن بدنا نروح نشوف ميس سؤال السادس السؤال السادس بيحكي لك إنه في عندك شجرة الشجرة ارتفاعها 10 متر بيوضحها الشكل تمام إذا كان جيبها هاي الزاويها عطينا إياها نص فاجد المسافة بين قمة الشجرة ورأس ظل الشجرة هاي قمة الشجرة ميس وهاي رأس ظل الشجرة لما نوصل هذا الخط المستقيم يصبح عندي زي وكأنه اشمس مثلث قائم الزاوية هون فإذا هايها تمام وهي ضل الشجرة عندنا هذا الخط الآن هو بدون مسافة ما بين قمة الشجرة ورأس ظل الشجرة منفرضها فا أوكي المسافة بينها منطبق إيش همس بتساوي طول الوتر في وثلاث قائم الزاوية منطبق قانون جيب الزاوية اللي هو جيبها شو بتساوي طول الضرع المقابل على الوتر تصبح معاي إيش عشرة على الوتر وجيبها قديش أعطانيها نص نحولها لكسر هايو معطى معاي في السؤال تصبح 2 ضرب 10 تساوي إيش الواحد ضرب الوتر في عملية الضرب التبادري 2 ضرب 10 عشرين تساوي الوتر إذن المسافة ما بين قمة الشجرة ورأس ظل الشجرة قديش بيساوي عشرين متر هايو تمام